في بيت لحم احتفلت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية بعيد يسوع الملك وذلك بقداس احتفالي ترأسه غبطة بطريارك القدس للاتين بير باتيستيا باتسبالا وفي عدة القداس الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية أشار غبطته إلى أن هذا التجمع الشبابي يجعلنا نفتخره بشباب الكنيسة وقال علينا أن نكون منتمين ليسوع المسيحي والكنيسة لكي تكون خدمتنا ثابتة وحتى نستطيع عيش ملكوت المسيحي على الأرض وخلال القداس قرأ المرشد الروحي للشبيبة الأب بشار فواضلي المرسوم البطرياركي الذي يتضمن تعينات جديدة في الأمانة ثم ألقيت كلمات ركزت بمجملها على أهمية العمل والتطوع داخل حق الكنيسة دعية البطريارك بيتسبالا إلى إعطاء الفرصة والدعم الأكبر للشباب داخل كنيستهم من أجل حفاظه على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة وشارك في القداس النائب البطرياركي العام المطران وليام الشوملي والمطران بولوس ماركوتسو ولفيف من الكهنة والشمامسة بحضور عدد كبير من الشباب والشابات اشتركوا في القناة